عاليش عايز برضه في التنفسي للتهاب السحائي للتهاب السحائي بيانتقل عن طريق الرذاز هو ليه أسباب فيروسية وليه أسباب بكتيرية وليه أسباب توفيلية وليه ممكن الفطريات تعمله بس احنا نضم الطعامين قبل من سافر من المنينجيوكوكاي من البكتيريا تمام طيب هل التطعيم فعال جدا موجود فعاليته متقاسة حوالي من 85% ل100% يعني ان شاء الله 100% من المتعمين نحصلش البكتيري البكتيري اللي هو المنينجيوكوكاي فبرضو أول أعراضه إيه برضو عشان لو شكينا فيه هي أعراضه فندم هتبقى في الأول خالص زي دور برد حرارة صداع رشح لكن تبتل تظهر العلامات اللي هي بنسميحنا الهول ماركس أو أننا لازم أشخص التهاب السحائي بيبقى يحصل ساعتها أنه هو تهيج للأخشية السحائية المغطية للمخ والحبل الشوكي طيب المريض ساعتها بيحس بإيه؟ بيحس أنه مش قادر يبص النور فيه قيء مستمر تحصل تشنجات عصبية ونوبات صراعية وآخر حاجة ممكن يظهر طفح جلدي وردي على جلد المريض لما بيحصل تسمم بالبكتيريا اللي هي اسمها المنينجو كوكاي أي عرض من دول نشك في الخطر؟ أي اضطراب في الوعي يحصل الحاج اللي راجع خصوصا لو كان عنده حرارة ده على طول يا فانتن بناخده على مستشفى الحميات وطبعا نقول أن التاريخ المرضي أنه هو لسه راجع من الحج وبيبقى التشخيص عن طريق عينة من سائل النخاع بيتقاس فيها نسبة البروتين نسبة الجلوكوز ونسبة الكرات الدم البيضة عشان يتشخص بها مع الاحتياج عادة لرانين مغناطيسي وبيبتدي عليه على طول العلاك طب أنا جالي حاج وأنا الآن أنه هو يبقى عنده التهاب سحقي وأنا معاه في البيت أعمل إيه؟ على طول يا فاندم أخذ حقنة من عقار السيفتريكسون 250 ميلي جرام أو أخذ قرص من عقار السيبروفلوكساسين 750 ميلي جرام عشان أبقى كده أنا أمنت نفسي من اشتباه العدو ده طبعاً الاسم الكيماوي الاسم الكيماوي فاندم الاسم الكيماوي فاندم تمام فاندم وبالجرعة بدعته